السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان درسنا اليوم المفعول لأجله للصف السابع لقد ذكرنا سابقا يا عزيزي عن انواع الجمل فقلنا تنقسم الجمل إلى نوعين فعلية واسمية وتحدثنا أيضا عن أقسام الكلام فما هي أقسام الكلام؟ نعم اسم فعل حرف وذكرنا أيضا المصدر وقلنا المصدر هو اسم يدل على حدوث الفعل ولا يدل على وقته ومن هنا نقرأ المثال الأول يجتهد الطالب أملا بالتفوق نقول هذه الجملة ما نوعها نعم إنها جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل نرى كلمة أملا فنقول لماذا يجتهد الطالب؟ الجواب أملا بالتفوق إذن لماذا يجتهد الطالب؟ أملا بالتفوق إذن جاء هنا كلمة أملا لبيان سبب اجتهاد الطالب لذلك يكون إعرابها مفعول لأجله منصوب على مثل نصبه الفتحة ننظر إلى كلمة أملا فهي من حيث أقسام الكلام اسم نقرأ المثال الثاني أعبد الله طاعة لو أقول هذه الجملة نوعها جملة فعلية جملة فعلية وهذه الجملة نسأل بها أيضا ونقول لماذا تعبد الله الجواب طاعة له وكلمة طاعة من حيث أقسام الكلام اسم وهذا الاسم إعرابه مفعول لأجله منصوب على مثل نصبه الفتحة حيث جاءت كلمة طاعة سبب بيان الفعل عبدا نقول لماذا تعبد الله طاعة له نقرأ المثال الثالث يذهب التلميذ إلى المدرسة رغبة في العلم نقول ما نوع هذه الجملة نعم إنها جملة فعلية نرى كلمة رغبة ونقول ما نوع هذه الكلمة نعم إنها اسم وهذا الاسم جاء لبيان السبب فنسأل لماذا يذهب التلميذ إلى المدرسة رغبة في العلم بذلك يكون إعرابها مفعول لأجله منصوب وألامت نصبه الفتحة نقرأ المثال الرابع نتحمل الصعابة طلبا للمجد هذه الجملة نوعها فعلية حيث تتكون من فعل وفاعل ومفعول به ونقول لماذا نتحمل الصعاب الجواب طلبا للمجد فيكون إعراب طلبا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة وبذلك نرى أن كلمة أملا وطاعة ورغبة وطلبا جميعها جاءت لبيان سبب لبيان سبب حدوث الفعل وبذلك يكون جميعها إعرابها مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نستنتج أن المفعول لأجله اسم يأتي لبيان سبب حدوث الفعل ثانيا نسأل عن المفعول لأجله بلماذا ثالثا المفعول لأجله يوجد في الجملة الفعلية ترجمة نانسي قنقر